المشوار الزمالك كان مشوار بالنسبة لك تحب تسترجعه وبتحبه ولا مشوار ما كانتش جيد؟ لا طبعا أكيد أكيد الدقيقة في الزمالك حلمي طبعا لأي العيد ليه ما عملتش مسيرة عظيمة في الزمالك؟ ما عملتش مشوار طويل معنا دي الزمالك؟ هو الزمالك على حسب الفترة اللي انت فيها يعني الزمالك برضو انا تقريبا جايب معهم عشرين جون في سنتين الزمالك لعبتي فيه سنتين بس انت على حسب الزمالك بالذات على حسب الفترة اللي انت كنت فيها يعني انا الفترة اللي انا كنت فيها في الزمالك أول سنة كنت انا اللي بالعب وكنت هدا في الفريق تاني سنة المستشار مرترق جاب فيها مشى الفريق كله وجاب فريق جديد كان هو بيضغط على المدربين ان هي تلاعب ناس معينة خالد أمر يعني ما احترامي لهم وما كلهم لعب أكبار بس كان بيضغط عليهم دول اللي لعبوا لو حد تاني لعب كان بيبق فيه مشكلة فأنا أنا من الناس اللي ما يعني ما بحبش أعود في نادي ما بلعبش فيه آه فقلت همشي آه أنت عملت مع مين مدربين في الزمالك؟ أحمد حسان ميدو آه هو مع احترامي حفظ الألقاب يعني هو كابتن كبير وكابتن حلمي طولان آه المصريين وباتشيكو وفريرا وفي حد تاني حفظ دول اللي اشتغلت معاهم وكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن مين كان مبسطت معاه ومين ما كنتش بتقدي معاه ومدقوه موجود يعني مين ما ببسطتش معاه من الأسماء دي لا كلهم كويسين طبعا لا كلها أسماء محترمة أنت يعني في أصليها عاملة زي كيميا كده فيه مدرب بتاعات اشتغل معاه وفيه مدرب بتاعات اشتغل معاه لا كلهم أنا بكيف نفسي على المدرب يعني أنا بشوف المدرب عايز هو أحاول أعمل اللي هو عاوزه بس أمشي في السيستم بتاعه وكمين عارب الناس ليك في الزمالك وقتها لا كل اللعيبة يعني أنا أنا انطواء شوية بصراحة أه ما أنا حاس من كلام أه يعني أنا شوية انطواء يعني مش من الناس اللي هي مثلا هي بتعملت صداقات كتير في الفرقة أه يعني مثلا كل الناس يعني بعملهم كويس بس مفيش حد بيقى مقرب يعني كلهم زميل احنا كلنا مقربين من بعض احنا فريق واحد وكده أكيد كلنا قريبين من بعض لكن لكن مفيش عموما يعني يعني الفريق كله كل الفرقة اللي لعبت فيها كل اللعيبة اللي بلعب معها بأخواتي وصحابي وكده يعني وصحابك يعني وأصدقاء زي ما انت بتقولين اه ومازالوا اه طبعا كلهم مازالوا طبعا طبعا طيب